حديث صريح معجبني جداً ما سافش حاجة ما جاوبش عليها بوضوع لا وقطع سكة ابتدي من الآخر هو جاوب على الناس اللي عمالة اكتهت في موضوع الصفقات وكمان قال ان انا مش هجيب حد لذا كان احسن من اللي عندي وما حسنش إلا اذا كان صغير في السن يستحمل ان انا ده اللي في النادي اه اطواء مش في النادي حتى من تليك ثلاثة ناشئين اجانب ممكن يجيب واحد يحتمل انك تنتظر ونتطور واخد بالك وعادة اللعيبات اللي في السن دي بالمواصفات دي مش حيبه غليين فحيبقى استثمار جيد حتى لما تجهزهم وتيجي تشوفهم فرص برة هتعرف ما يبقوش تؤال عليك فالرجل جاوب عشان الناس اللي كل يوم بتكتب وبتكتهد تهدى شوية لان دي ضغوط ما عندكش فكرة والناس تحط لك اسم جامل جدا عشان يجيب لك خيبة امل لما ما جيش ما هو اصلا مش مطروح هو ممكن يعني مش كل الاسماء التي تتتردد في الصورة في الصورة انما هم انحقوا قالك يعني يا كان يقول ايه سيبوني بقى عشان اعرف اجيب اللعيب اللي انا محتاجه ومش هجيب الا الاضافة القوية بس قفل السكة دي واذا كان حيجي حد محتاج فرص هجيبه تحت السن ادي بالنسبة لك كده ان ما فيش حاجة خلص ما تسألنش بقى انا بحلل اللي قال بلاش الشطارة دي واخد بالك انا بحلل اللي قاله نمرة اتنين وضح هو عمل كده ليه وضح انه هو كان السماعة دي مش فان بحكاية طيب وضح يا استاذ ابراهيم انه اولا بالنسبة لأكرم قال مش عايز اجهده ولا عرضه ده راجع من اصابة ربا شديدة اي اصابة محتملة وقال جملة لو الناس اتماعن فيها ما فكرتش في نفسي ادى ما فكرت في اللعيب افكر في نفسي نلعب بالجهد ويصاب ما يصابش بقى هو وبختب لكن افكر في الصح ممكن اخد مخاطرة اولام عليه الكلام ده استاذ ابراهيم مهم جدا الناس لازم تتوقف امامه بالنسبة لفكرة ان اه 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 يعني لما قال انا قلت له مجون ممكن اقول ماكسا بيجي اي وقت اي وقت يعني هو بيرفع الضغط عشان ما يتصرعوش ورغم هذا كان هناك تصرع لان فيه تنوع في الخبرات اللي موجودة في الملعب عشان كده انا بقول ترفقوا بالصاعدين من ابناء النادي الالي كلهم واعدين مش ضروري تسيبه لما بره وتفرح به اول 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 مايجي عن النادي الالي بتدي حزبه بالمعيار الصارم بتاعنا صحيح نمرة ثلاثة انا بقى من عندي دي يا جماعة اذا كنا بنظهر على وان سايد جيم باستمران مش هيحصل دا كاس العالم زابت الفوارق بنا الكبار واللي احنا فاهمينهم صغار وشوفوا ابطال قاسي وافرخي بعملوا ايه في الكبار غانا المغرب الكاميرون الكاميرون حتى السنغال بتحرق الفرق السعودية ماخد بالك واللي بتعمله اليابان واللي عمله يعني بس انا وصلت من فرق السعودية طبعا لان يعني الاداء يعني الاداء مقنع تطور مقنع حتى لما خسروا المباراة اللي فاتت دي الناس كانت زعلانة وقال لك كان ممكن يكسبوا ده حقيقي او كن ممكن يتعدلوا وبقت فيها شراسة الكرة السعودية ده هي ناقصة الشراسة بقى فيها الطعم النتيني الجميل لكن انت كنت تقصد الكور مشتركة بياخدوها بس دي مش شراسة ده بياخدوها بشيك يعني ما فهمش لا الشراسة كنت تشوفها بفريق بولندا وهم بيلعم طيب ده كان كلام مهم جدا يا جماعة لانه المكاسب بتاعة المباراة ان انت تأهلت والدروس بتاعة التأهل الرجل حاطت عينه عليها لكن الظرف اللي كان مهم ان انت راجع من توقف نقطة مهمة فيما يبدو لسه في مرحلة التاليين وده كان واضح على فكرة بيرامز ما كانش في احسن حالاته وفاز على البنك الاهلي واحد سفر وازداملك ما كانش في احسن حالاته وفاز على المصري واحد سفر اذا انت راجع من توقف لسه اللعيبة الجاهزية البدنية ولياقة المطشاط لسه مش موجودة كمان الرتم بتاع الاداء نفسه لسه مرتفعش فمع المباريات مع عودة الدوري يسترد الفريق بإذن الله مع الناس تقلق جدا لان احنا كلنا كنا أعلانين بس بس يعني لو لو تفهمنا اللي تقال في المؤتمر احنا تفهمه وعمل كده ليه